السلام عليكم ورحمة الله يا كاتو جالي النهاردة كان مكلمة في التليفون كده على مرض منتشر في الأطفال والنبي أي حد عنده ابنه من سن 5 لسن 15 سنة أو صديقه أو أخوه يتفرج على الحلقة دي مفيدة جدا لأن ده أكتر مرض في القلب يخلي عيل صغير يروح يعمل عملية في القلب لأنه بيبوز القلب ويسمى الحمى الروماتزمية على القلب والمرض ده بالمناسبة بيتشخص مش بالتحاليل لأن فيه ناس بتمسك عيل صغير يعملوا له كم تحليل فيقولوا أنت عندك حمى روماتزمية ويددوا له حقنة بنسلين لدرجة أنه حقنة بنسلين اختفت من البلد من كتر ما العيال السلام بياخدوها صح صح عمر صح عمر زكا عمر عامل إيه عامل من دميات من الناس المحترمة اللي جالهم حمى روماتزمية على القلب حقيقي فهو بيحكي لي انبسطت قوي 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 فقلتوله والنبي تحكي الشكوى دي للناس عشان لو حد جاله حمى زي دي أو حد ابنه وشتكى زيك يسرع بالذهاب للطبيب ونقول هيعمل إيه دلوقتي انت بتقول أصلا اللي حصل لك ده حصل زمان من عشر سنين من عشر سنين يعني وانت عندك كان سبعتاشر ستاشر سنين سبعتاشر سنين تمام ايه اللي حصل بيحصيت بايه رجليها ورمت تل اول سخينت قلتلي سخينت كانت سخنة جامدة يعني لا سخنة عادية حمى يعني طب ممتاز رجليك ورمت رجليها اليمين ورمت اه وبعد يوم من الشميل ورمت تمام مماش عارف تمشي على رجلي خالص اني حتة في الرجل اللي ورمت الركبة هنا دكتر المفصل لتحت عند الانكل اه طب تمام والركبة نفسها ما ورمتش من هنا مثلا كده من تحت كده ورمت مفصل للركبة اه وطلع لفوق للانكل وبعدين للركبة طب تمام ورمى جامد ولا ورمى كده يعني ورهم ورهم جامد يا راجل انت بتان بيدك كده فعلا ايه ورمى جامد ورمى جامد ومحمرة او ملتهبة او كده اه كانت محمرة ومش قادر تمشي عليها مكنتش بمشي عليها اه عمال كنت تمشي ازاي كنت بقى على الارض جير الموزة باسحب بيدي ياه او يشلوك شيلي وطبعا ولا رايح مشاوير ولا مدرسة ولا اي عاجة اه اه وبعدها بكم يوم بيسبوع رجليك التانية ورمت نفس الطريقة نفس الطريقة من الانكل والاولنية بدأت تفش شوية بعدها يعني بدأت تخف شوية بقى طب تمام ممتاز وبعدها انهجت بقى وعرفت ان في مشكلة حصلت ممتاز تخليين اقول جملة مهمة والنبي اعطعك طيب الحمى الرماتزمية على القلب اسمع الكلام ده انا عاوز اقوله لك بس بقوله لكل الناس هو مرض يشخص بالاعراض قبل ان يشخص بالتحاليل حمى يعني يبدأ بسخنية دور برد التهاب رع انفلوانزا لوز مش شرط اللوز بالمناسبة عشان في ناس تقولك ايه انا شايل الواد اللوز لا ممكن يجيله التهاب في الازن الوسطى التهاب في الحلق التهاب في الزور التهاب في الشعب الهوية هتشله كل ده بقى وبعدها باسبوع او اتنين يبدأ يحصل التهاب مفصلي بشكل مميز يسموه دي كلمة طبية يعني التهاب مفصلي يتنقل كلب الغوت يعني يمسك مفصل وبعدين ينطع التاني ولو استنينا ينطع التالت على الكتف على الانكل على الكوع على اللي مش عارفة على الفخد على الركبة والتهاب محترم يعني الواحد رجله تقرم وتبقى قدي كده شفت الراجل عمل في ايديو الاتنين ازاي؟ وما يقدرش يمشي عليها لو جالي طفل في الوقت ده يجيلي متشال او جاي بيسحف على ايده عشان مش قادر يلمس رجله ولو لمستله رجله ولا ايده يصوت ويدرابك صح صح ليه بقول كده؟ عشان ما يجيش عائل صغير عنده واجع في كتفه ولا في رجبته فالدكتور قال له عندك حمه وهو جاي ماشي علي رجله عيب عيب وبعدها لو استنينا اكتر يبدأ ييأثر بدل مكان حمه وبعدين روماتيزم كأن عنده روماتيزم وعنده سبعين سنة وهو لسه شاب ومش قادر يمشي علي رجله وبعدين يخش علي القلب ويبقى الصمام في صمامات القلب فيحدث كما حصل لعمر انه عنده دلوقتي ارتجاع شديد في الصمام المترالي وبعد الدكاترة بيعرض عليك دلوقتي نكتاب العملية تغير الصمام المترالي الاورتي طب نعمل ايه بقى؟ عشان ما يحصلش الكلام ده ان شاء الله لربنا لسه هبوس على حالتك ونبوس على موضوع الصمام الاورتي ده وبعد حالات الارتجاع بتاعت الصمام الاورتي ينفع تنشي معها بالعلاج فترة طويلة قبل ما تعمل له عملية ويغير الصمام بس المعلومة اللي انا عايز اقولها ان لما انتم سمعتوا تشخيص الحمى الروماتزمية وقاله العلماء هو تشخيص اكلينيكي يعني ايه اكلينيك يا عمر؟ يعني يعتمد على التاريخ المرضي لو هو جاي العيان وهو كبير زي عمر كده او واحد بيحكي عن ابنه يقولك الوقت سخن وبعد شوية هو ايه اللي بيحصل اللي بيحصل فيه ميكروب بييجي والميكروب بيفضل موجود والعيان ما ياخدش مضاد ضحاوي وبعد كده الميكروب يعمل حركة رخمة كده يتشبه بخلايا القلب وخلايا المفاصل فالجسم يهاجم المفاصل والمفاصل تورم ويهاجم القلب طب اعمل ايه يعني يا دكتور ايه الحل؟ الحل ان لو ابني او بنتي ركز يا مؤمن في الكلام ده ركز جاله ميكروب بكتيري وسخن ندينه مضاد ضحاوي طب انا اعرف ان العيل جاله ميكروب بكتيري هو في ميكروب حاجة تانية؟ اه في ميكروب فيروسي طب ويه الفرق؟ يعني لو ابني سخن في البيئة تعرف من ان ده عنده فيروس ولا عنده بكتيريا سهل قوي الفيروس يعني شوية انفلوانزة يعني شوية تراشحه زكامه بارابيره وبتاعه وسخونية بسيطة تطلع 37 تبقى 37 وشرطتين والوقت بيتعب بيجري ويلعب وكله تمام دي عادي دي ممكن ياخد شوية حاجات دافية وبتاعه والموضوع يعدي ودكتور الاطفال طبعا يعرف لكن ام تعرف ان السخونية بكتيريا ومكروب ولازم يضاد ضحاوي لو سخونية جامدة سبعة وثلاثين ونص ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين صار كده بدأ التعلى درجة الحرارة ويبقى مهمد مش قادر يقوم من على السرير والوقت سخن جامد اهدي بكتيريا ولازم ياخد مضاد ضحاوي من النوع الفاخر اوجمنتين ولا فلوموكس ولا حسب ما هيكتب دكتور الاطفال ويستمر على كورس كامل لمدة اسبوع حسب ما كتب عشان المكروب يموت لو طنشته والمكروب ما ماتش والسخونية طولت المكروب يتشبه بالمفاصل فيهاجم الجسم المفاصل ويجيله روماتيزم وما يقدرش يمشي ويتنقل من مفصل لمفصل وساعات برضو ما بنعرفهاش ويروح لدكتور عظام يقول له لا لا ده تلقيب السواء على رجله ويديله كريم ويعديها وحصل كده ولا ايه 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 اللي حصل انا رحتل لدكتور عظام وانا بلعب كورا وارمى جامدة وارمى بتاعته احد رجله كثورة الدكتور قال لي انت بس هتلقيب وتبتلعب كورا وتخبط فيه شككني في نفسي شككني في نفسي لانه هو ما ويعش من كتر ما رجله وارمى يظن انه ويعه الكسر تخيل بقى في الحالة دي عارف لو اللي حقناه ندينه ريفو بيقولك الريفو اللي هو الاخضر بتاع الصداع ده اللي هو الاسبرين يعني بيقولك انه يتفاعل بشدة مع المرض ده ريفو العادي ده يعمل اي بقى قالك يهدي التهاب المفاصل ويخليها تاني يمتفش لدرجة قالولنا مرة وإحنا في الكلية انجلك واحد رجله وارمى ومش عارف دي حمى روماتزمية ولا لأ وديته اسبرين خف يبقى حمى روماتزمية ما يخفش على فولترين ولا بروفين ولا كتفلام ولا ترامدول ولا مورفين يخف على شوية ريفو اسبرين هو ربنا عملها كده بدي التهاب واللي التهاب يروح طب ولو عرفت انها حمى روماتزمية اعمل ايه بسرعة بقى قدينه مضاد حاوي عشان يموت المكروب اللي عمله كل المصيبة دي قبل ما الموضوع يروح للقلب طب ولو طنشنا وعدت الايام وقال له لا 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 يا حج ده الود لايه وقع المكروب يروح بعد كده ويسيب المفاصل يروح للقلب فيبوز له صمام من صمامات القلب هلو الكلام ده؟ يبقى لو واحد جاله سخونية يعمل ايه؟ ان كانت سخونية بكتيرية بسرعة ياخه مضاد حاوي لحد اخر يوم طب واعرف من اين انا عندي حمى روماتزمية على القلب ببساطة اوي ان انا اعمل اشعة على القلب بسمها موجات صوتية على القلب تقولي الصمامات طلعت الصمامات كلها حلوة ما فيهاش ديء ولا فيها ارتجاع يبقى تمام ليه بتقولي الكلمة دي يا رامي؟ عشان حاجة اخيرة بقى هقولها واختم بيها الفيديو ان كتير اوي من الاطفال يروح البيت يا ماما انا عندي واجع في ركبتي واجع طفيف ولا ورمت ولا حاجة وجاي بيجري يوم يروح لدكتور من كتر خوفهم بقى من المرض ده يوم يقولها دي حمر ما تسميع على القلب ولا عمل ايكو ولا اسميع نابل سماعة ولا فيه حاجة في اسمامات القلب ولا رجلي ورمى اصلا ودرجة حرارته تلاتين مش سمعة وتلاتين مش عالية ولا عاجة بس عشان تحليل رخم اوي ملوش علاقة بالمرض بيعلى بالصدفة مع هزا المرض اسمه تحليل سرعة الترسيب او تحليل المكروب السباحي وده مش مشخص للمرض ده بيعلى لان المرض نتيجة مكروب واي مكروب تاني هيعليه وسرعة الترسيب بتعلن ان فيه التهاب واي التهاب في اي ركبة في اي واحد عنده سمعين سنة ركبته واجعها هيعليه فلا علاقة له بالموضوع ده وناس كتير يقولوا ده حمر رماتزمية وياخد بنسلين ويقعد سنين ياخد بنسلين بدون ما يكون فيه حاجة على القلب وناس كتير عندهم حمر رماتزمية يروح يشتري حونة البنسلين ما يلاقيهاش في السوق من كتر ما السولان بياخدوها صح؟ نقصة 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 كأنك بتدور على افيون يا لد تكونوا استفدتوا من المعلومة دي حافظوا على ولادكم من الحمر رماتزمية على القلب هتلاقوا نصايح اكتر على اليوتيوب اكتبوا على النت وفيسبوك اكتبوا نصايح الدكتور رمي اسماعيل او الحمر رماتزمية على القلب هتلاقوا هتستفيدوا منها كان معكم الدكتور رمي اسماعيل تحياتي لكم من القاهرة في امان الله حلو الحلقة دي عمر ان شاء الله السلام